أعلنت الشرطة في إيرلندا الشمالية أغلاق شارع في مدينة لندن ديري عقبى ما وصفته بأنه تفجير يشتبه بأنه ناجم عن سيارة مفخحة وقال نائب في البرلمان أن التفجير لم يؤدي لوقوع خسائر بشرية فيما أظهرت صور نشرتها الشرطة ما بدأ أنها مركبة تحترق بشارع بشوبة بالقرب من محكمة بوسط المدينة اشتركوا في القناة